الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية وروسيا ومنظمة أوبك يقتربون من التواصل لاتفاق لخفض الانتاج لرفع الأسعار هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دولارد ترامب عقب إجرائه مباحات هاتفية مشتركة مع كل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرينا حوارا كبيرا عن إنتاج النفط وأوبك وبدل الجهود لكي تبلي صناعتنا بلاء حسنا ويتحسن أداء صناعة النفط كما هو عليه الآن الأسعار منخفضة للغاية بحيث فيكون هناك تسريح للعمال في جميع أنحاء العالم تصريحات ترامب تأتي عقب إعلان تحالف أوبك بلس التواصل إلى اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط تواقع عشرة مليون برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا وقالت أوبك ومنتج النفط في التحالف أن التخفضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجرى تخفضها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022 وقبل التواصل الاتفاق أفادت مصادر أن السعودية وروسيا اتفقد على خفض كبير لإنتاج النفط قد يصل إلى نحو 23% وهو الطلب العالمي على الوقود حوالي 30 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 30% من الإمدادات العالمية بعدما أدت إجراءات مكافعة انتجار الفيروس لتوقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي الأمر الذي دفع مراقبون بالقول بأنه حتى الخفض غير المسبوخ بمقدار 15 مليون برميل يوميا قد لا يكفي لوقف الإملاء السريع لمنشآت التخزين في العالم